ازاي انشر فيديو في تطبيق جاكو ده موضوع حلقتنا النهاردة فاتبع معي الفيديو ده للنهائي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي اسنين عشر طبعا اه كلنا عارفين ان ميزة ديت النشر فيديو في تطبيق جاكو ما كانتش متاحة بس بقالها فترة ممكن شهر شهر ونصف كده بقت متاحة في التطبيق فالنهاردة هقولك ازاي ننشر فيديو في تطبيق جاكو طيب ازاي فعل الميزة الميزة انا عملتها ازاي تفعل نشر فيديو في تطبيق جاكو من خلال شاشات النهائية اخر الفيديو خالص لما بتخلص الفيديو بتلاقي في فيديو ظهر هتلاقي ميزة تفعيل نشر فيديو على تطبيق جاكو ياريت بقى قبل ما ابدأ شرح نهاردة تعملي لايك الفيديو ده لقال مراتش في قناتي تعملي اشتراك في القناة ويلا بينا على تطبيق جاكو كل عليك بتضغط كده وتفتح التطبيق وبتضغط على علامة الزائد وطبعا الصوت ضع معي خلص في الفيديو بس كاملته من تطبيق المنتاج هنا بقى زي التيك توك بتبدأ تضغط ضغطة مطولة وتشوف الفيديو بتاعك بتفضل تنتظر وانت مش الفيديو بتاعك شغال وانت ضغط على الدايرة البنافسيج دي من اللي في الجنب دول دي الاعدادات بتاعت الفيديو ممكن انت تتعدل في الفيديو طبعا هنا في المؤسرات المؤسرات بتاعت الوجه وكده ومن كلمة الالبوم تبدأ تجيب المعرض الصور وطبعا هنا ببدأ ان انا اختار فيديو من الالبوم وببدأ كل اللي علي بضغط كده على الفيديو وبعدين بختار كلمة تأكيد وانت بترفع الفيديو زي ما انت شايفين هنا في نقاط كده لو سحبناها كده بنلاقي ان الفيديو معي لونه بيتغير شايفين الفيديو معي لونه بيتغير لو انت حابب تغير اللون ماشي مش حابب بتسيبه زي ما هو بنرجع كده خالص على الدايرة اللي فيها خط دي من هنا ببدأ ان انا زي ما انت شايفين فيه اعدادات كده بتبدأ ان انت تعملها من هنا حفظ الفيديو بعد التعديل ومن هنا لو عايز تضيف للفيديو موسيقى ومن هنا لو ضغطنا كده بتبدأ انت تقص لو عايز تقص جزء من الفيديو وتعمله حفظ ومن هنا بتبدأ ان انت تضيف المؤسسلات زي ما قلنا ومن هنا بتبدأ تكتب على الفيديو بالشكل ده اي حاجة بكتبها على الفيديو ومن هنا تفعيل الجرس ده بتبدأ تعمل جدولة للفيديو بتاعك ينزل فيه معايد معايد بعد كده بضغط على التالي من هنا طبعا ببدأ ان انا مهم جدا اضيف العنوان بتاعي ولو عايز اعمل منشن لا اي شخص بعمله منشن من خلال علامة الاد دي وعندك من صفر الالف كلمة اوكي من هنا ببدأ ان انا اعمل لو تغيير صورة الغلاف بضغط عليها ومن هنا ببدأ ان انا احدد صورة غلاف من الموجودين في الفيديو ببدأ بس اسحب كده المربع بتاعي دايمين ويسار وبضغط على كلمة التالي طبعا انا بالسحب كده ضغطت وعملت الصورة دي وبعدين بضغط على قيد الاستخدام لو عايز اضيف نص للصورة بضغط اضيف نص للصورة الصورة المصغرة قلنا هنا او قيد الاستخدام بضغط عليه وان هنا عايز اضيف الموقع بتاعك ومن يبقلك من يمكنه مشاهدة الفيديو لو ضغطنا عليها عندك الكل اصدقاء المتابعون الخاص الخاص دي ما حد يشوفه المتابعون متابعين بس المتابعون بس اللي قدروا يشوفوه الاصدقاء الاصدقاء بس اللي بينك وبينهم صداقة فقط هنا الكل اي حد يشوفوه وهنا برضو من يمكنه التعليق على الفيديو لو ضغطنا عليها نفس الكلام هنا ممكن تعمله خاصة في التعليقات عليه وهنا المتابعون هنا اصدقاء هنا الكل هنا حفظ في الالبوم نهار حفظ في معرض الصور او الستوديو هنا السماح بتحمل المقطع لو عايز اي حد يحمل المقطع بتاعك وهنا السماح بالصوت استخدام صوت الفيديو اي شخص يستخدم صوت الفيديو طبعا لو انت عايز اي شخص يستخدم صوت الفيديو بتفعلها ما فيش اي مشكلة وبعدين بضغط على كلمة نشر من خلال النشر ده بيبدأ ان هو يلف معنا كده ومننتظر هنا طبعا بيحمل معي الفيديو بيحمل معي التحميل على الفيديو ده على التطبيق ده معلش تحميل على التطبيق ده سريع جدا تم رفع الفيديو بنجاح لو ضغطنا عليه الفيديو نزل على تطبيق جاكو زي ما انتو شايفين كده زي يعني زي التيك توك كده مشابه للتيك توك من خلال تلات نقاط دول هنا عندك تنزيل زي ما قلنا عايز تنزل الفيديو عندك على المعرض وهنا الاعدادات بتاعت الفيديو هنا لو انت عاوز تحزف الفيديو وانا بقى المشاركات والتعليقات وكده بس كده عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته